السلام عليكم فريدة الحج لعام 2023 إليكم آخر الأخبار وأيضاً أصعار عمر فمضان لعام 2023 كما نشرت على بعض المواكع الإخبارية أتمنى قبل البديل لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولو بتشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستناهل أعجبكم كل عام والأمة الإسلامية بخير اللهم افزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضنا عنا وفزقنا حسن الخاتمة وادخلنا جنة الفردوس يا رب العالمين وأجبنا من النار أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين كل عام والأمة الإسلامية بخير نشرنا اتباعاً ما أعلن عن موسم الحج العام 2023 حيث أعلن وزير الحج والعنضة السعودي أن الحج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا وسيتم تقفية قيمة التأمين الطبي للحجاج بالنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63% مؤكداً عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط أضاف أيضاً أنه سيتم السماح لبعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرقصة بهدف تعزيز التنافسية نوهت أيضاً وزارة الحج والعنضة في المملكة السعودية ونشر على العديد من المواقع الإغبارية بانتهاء مهلة سداد الدفعة الثانية من تكلفة برقات الحج لبعبين بأداء المناسك هذا العام من حجاج الداخل إذ أن التأخر عن سداد الدفعة الثانية في موعدها يؤدي إلى إرغاء الحجز موضحاً أن مهلة الدفعة الثالثة تستمر إلى موعد أغصى وكانت وزارة الحج والعنضة السعودية قد شددت على سداد الحجز يتم إلكترونياً فقط من خلال نظام سداد مشيباً إلى أن 26 يناير الماضي كان آخر موعد لإجتياز السداد بالدفع الجزء أما عن عمرة رمضان لعام 2023 نشر على بعض المواقع الإغبارية أن جمعية العمومية لغفل شركات الزياحة أن أسعار عمرة رمضان 2023 تتوقف على إعلان ضوابط وزارة السياحة والأسرار لتنفيذ برامج العمرة لافتاً أن هناك أسعار مبدئية ولكن ليست نهائية حيث أن السعر النهائي متوقف على سعر تذكر الطيران والحجوزات الفندوقية لافتاً أنه من المتوقع أن تكون العمرة للبرامج الاقتصادية من 45 ألف إلى 50 ألف وتتصاعد وفقاً لزيادة المستوى انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد أتمنى منكم لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وضمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله